أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم ووصلت مؤشرة البورصة المصرية مكاسبها القوية لدى إغلاق التعاملات مدعومة بعملية شراء من قبل المؤسسات وسندق الاستثمار المحلية والأفراد المصريين وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسبها بلغ 8 مليارات و 400 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 703.4 مليار جنيه وذلك بعد تدولات كلية بلغت 8 مليارات و 300 مليون جنيه على صعيد المؤشرات قفز مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 41 من 100 في المئة فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 91 من 100 في المئة وزاد مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 71 من 100 في المئة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة